هذا يكون موجودا لكن الذي يوجد أكثر وللأسف أن كثيرا ممن يبيعون السلع هم غير مالكين لها كم من الناس يجدون شركات معينة تعرض صورا أو تعرض منتجات قد تكون تلك الشركات مالكة لتلك المنتجات وهي تبيعها تعرضها في مواقعها أو غير ذلك فهم يأخذون هذه الصور قد تكون الشركة تعرض هذه السلعة مثلا بعشرة ريالات قد تكون من الأثواب والملابس أو الأدوات الكهربائية أو غير ذلك لا يعنينا هي سلعة من المباحث فتعرضها السلعة بسبعة ريالات فيأتي هذا الإنسان ويأخذ هذه الصورة ويعرضها للناس وقد يثمنها بعشرة ريالات بعشرين ريالا بأي ثمن فيثمنها للناس هذه السلعة ويبيعها للناس هكذا يبيع الناس أنت لم تملكها لم تشتريها جاء في الحديث حديث حكيم بن حزام أنه قال يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي فأبتاعه له من السوق فقال صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندك الرجل جاءك وقال لك أريد السلعة الهلال أنت ليست عندك قلت له قلت له إنني بعتك إياها كيف تبيعها أنت لا تملك السلعة كيف تبيعها لا يجوز بيع ما لا يملك الإنسان وهذا يجعل العقد باطلا في الحديث عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح مالا تضمن ولا بيع ما ليس عندك إذن لا يجوز له من يبيع سلعة لا يملكونها ولكننا مع ذلك نقول إننا لن نقف حجر عثر أمامك وهناك بعض الحلول التي يمكن أن تجعل هذا العقد صحيحا كل من باع سلعة لا يملكها فالعقد باطل معنى حينما يملك السلعة لا بد من أن يتعاقل عقدا جديدا أولا بعض الناس يتعاقلون حلول لهذه القضية بعض الناس يتعاقلون مع شركات معينة أو مع معارض معينة وقد تكون بينهم وبين هذه المعارض عقود تفويض يطلبون منهم أنهم يبيعون فيصبح هذا الإنسان البال الذي يبيع عبر الواتساب وغيره يصبح كالمفوض كالوكيل كأنه يقول لو بيع هذه السلعة عني لا باس هنا هنا لا إشكال حينما يعطيه المالك الأصلي للسلعة قد يعطي يقول له يا فلان بيع هذه السلعة فيبيعها وقد يعطيه أيضا بيعها بما تشاء المهم أن تعطيني كذا مثلا قد تعرض السلعة في المحل أو في الشركة أو في الموقع بعشرين ريالا فالتاجر الأصلي المالك الأصلي يريد من هذا الإنسان أن يعطيه عشرين ريالا وأن يبيعها بما يشاء فوق ذلك هذا لا حرج فيه بإذن الله بمعنى أنه يا فلان بيع هذه السلعة عني وأريد منك عشرين ريالا فيأتي هذا البايع وقد يبيعه بخمسة وعشرين قد يبيعه بثلاثين بخمسة وثلاثين ريالا يبيعها بأي ثمن كان على وفق الضوابط الشارعية هذا لا حرج وقد هذا الثمن الفارق هو أجرته المسألة مختلفة بين العلم لكن الأوجهن أو لا حرج فيها كما يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذن هنا تفويض من المالك ولا حرج فيه في الوكيل كالأصيل في القاعدة الفقهية إن كان غير مفوض لأن كثيرا من هؤلاء حينما سألهم ويسألونهم يقولون إننا لم نفوض والشركة لا تفوض أحدا هي تعرضها فنحن نشتريها منها حينما نجد مشتريا أقول له لا تعقد لا تبيعها اشتريها أولا ثم بيعها فقد يقول إنني قد لا أجد حينما أشتريها أنا غير محتاج لها قد لا أجد لها مشتريا هنا حل وهو أن يحصل على وعد من طالب الشراء أعدك أنني سأشتري هذه السلعة أريدها مثل الحجز لكنه ليس عقدا وقد يدفع ثمنا لذلك لا يدفع ثمنا أقول قد يدفع مبلغ جدية حتى أعلم أنك جات وسأتيك بهذه السلعة فيدفع مبلغ جدية قد يكون نسبة من الثمن وحينما تأتي السلعة حينما يملكها المشتري الذي يريد أن يبيع عبر الواتس أب حينما يملك حقيقة بعد أن يشتريها من الموقع ومن المجهز الأصلي ويملكها ويقبضها هنا يتعاقد العقد الحقيقي قبل أن يملكها لا السلعة لا تزال في ملك البائع الأصلي حينما يشتريها تنتقل ملكيتها إلى هذا التاجر الذي يتاجر عبر الواتس أب بعد أن يمتلكها يمكنه أن يتاجر مع الناس أن يبيعها للآخر أما قبل ذلك فلا يصح والعقد باطل إذن هنا يأخذ وعدا أنهم سيشترون منه ومن حقه كما في قرار مجمع الفقه الإسلام الدولي أن يأخذ مبلغ جدية حتى أعلم أنك جهد يا فلان أنك تريد هذه السلعة لأن بعض الناس لا يريدون أن يغامروا مع مواقع إنترنت لا يريد أن يغامروا مع تجار دوليين وإنما يريد أن يتعاقد مع شخص يعرفه فهو أفضل له أن يتعاقد هنا أقول يا فلان أنا لا أعرف فلاني سأشتري منك هذه السلعة ولأجل تأكيد جديتي أنا سأعطيك هذا المال ولكنه ليس ثمنا بعد أن يمتلك المشتري السلعة يبيعها لهذا الشخص ويحسب ذلك مبلغ الجدية جزءا من الثمن ويكمل لهم الباقي هذا لا حرج فيه أيضا الثالث الحل الثالث هو البيع في الدمة بمعنى أنه لا يبيعه سلعة معينة وإنما يقول له يا فلان أنا يمكنني أن أبيعك سلعة معينة أو سلعة موصوفة في الدمة أو صاف وكذا وكذا مثلا لنفرض أنه يريد آلة حلاقة مثلا آلة حلاقة الشعر يريد هذه الآلة فماذا يقول له يقول له يا فلان أنا سأبيعك آلة حلاقة شعر من شركة كذا ماركت كذا مواصفات وكذا 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 وسأسلمك إياها في الوقت الفلاني قد يكون هذا نسميه بيع السلم قد يكون هو غير مالك للآلة الحلاقة الآن غير مالك حقيقة بيع السلم هو بيع موصوف في الدمة نصت عليه الشريعة ونص عليه قانون معاملات مدنية العماني أيضا يبيعها يقول له لك آلة حلاقة من شركة كذا وكذا بمواصفات كذا وكذا وأسلمك إياها في الوقت الفلاني كذا وكذا هنا هذا جائز لكن بشرط أن يدفع المشتري الثمن كاملا عند التعاقد الشريعة معنا حتى ندرك لا يصح أن يغيب فيها البدلان معا إما أن يحضر البدلان معا وإما أن يحضر الثمن وإما أن تحضر السلعة أما أن يغيب البدلان فلا في هذه الحالة السلعة الغائبة كما قلنا وبيع سلم موصوف في الدمة أنا سأتيك بآلة الحلاقة بمواصفات فلان فلان لكن لابد كما قال صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم كيل ووزن معنى المواصفات آلة حلاقة شركة كذا مواصفات وكذا وكذا قوتها كذا وكذا معلومة في أيضا في أجل معلومة لا بد أن نحدد أجلا معينا أنني سأدفعها في الوقت الفلاني إذن هذا أجل معين بشرط أن يكون الثمن مقبوضا عند التعاقد كامل الثمن إذا كانت قيمة الآلة عشرة ريالات لا بد من أن يدفع عشرة ريالات عند التعاقد لذلك نقول هذا هو العقد عقد السلام إذن التجار الذين لا يملكون السلع هنا أمامهم عدة أشياء منها أن يكون هناك تفويض من المالك فإن فوضهم فهم كالمالك الأصلي ولا حرج الأمر الثاني أن يكون هناك بعد بشراء وأن يكون هناك مبلغ جدية لكن في هذه الحالة العقد كما قلنا يتأخر إلى ما بعد تملك المشتري للسلعة الوسيط التاجر الوسيط الحالة الثالثة أن يغير هذا العقد إلى عقد سلامه وصوف بالذن وأن لا يكون عقداً معيناً إذن هذا ما يتعلق بملكية السلعة لننتبه لأن كثيراً من هؤلاء التجار لا يملكون السلعة وإنما يجدون صورة معينة في شيء من المواقع ثم يأتون ويبيعون السلعة من أنت حتى تبيعها لا يجوز لك هذا العقد باطن لا يجوز يعني قد يسأل كثير من الناس أنا الآن كيف أعرفهم الشريعة نهت عن بيع ما لا يملك الإنسان أنا كيف أعرف هؤلاء نقول للأصل أنه مالك إذا تبين لك أن فلاناً يبيع سلعاً لا يملكها فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه شرعاً وإن اشتريت منه فالعقد باطن تأثم والعقد باطن ولذلك الأصل في المسلمين السلامة لكن إن تبين بالقرائن بالأدلة أن هذا الإنسان يبيع ما لا يملكه فإننا نقول لك إنه لا يجوز لك أن تتعاقد هذا العقد ترجمة نانسي قنقر